أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على المتابعة اللصيقة لكافة المشاريع التي تتصل بشكل مباشر بحياة المواطن وبخاصة تلك التي ترتقي بالواقع الخدمي الذي يوفر أفضل سبل العيش للمواطنين وقال سموه رضا شعب البحرين مصدر سعادتنا وأولوية لا يتقدمها أي أمر آخر فنحن نحرص على حصول المواطن على أفضل خدمات في بيئة آمنة ومستقرة وحثى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى استقباله لعدد من المسؤولين على ضرورة توحيد وجهات النظر من قبل المعنيين عند الرغبة في تطوير أي قطع فالرأي الفردي يبقى لفرد والرأي الجماعي يكون أشد تأثيرا وقوة وتطرق سموه إلى توجهات مملكة البحرين على صعيد التعاون الإقليمي والدولي حيث أكد سموه أن سياسة مملكة البحرين المتزنة وإنجازاتها التي طالت كل مجال أكسبتها تقديرا واحتراما عالميا انعكسا في مواقف الدول الدائمة دوما للبحرين وتوجهاتها وهذا يعطينا دافعا نحو تحقيق المزيد بما يكرس مكانة البحرين المتقدمة وأعرب سموه عن ترحيب مملكة البحرين بتوجهات الدول الكبرى لتنمية تعاونها الاقتصادي مع مملكة البحرين ليكون هذا التعاون متوازيا مع التعاون السياسي الذي يشهد هو الآخر نموا مضطردا وقال سموه لقد اتضح للعالم حقيقة ما تمر به مملكة البحرين من تحديات وما يحدق بها من أخطار أرهابية حتى صارت مواقف دوله مساندة لإجراءات المملكة في حفظ أمنها واستقرارها ومقدرة لإنجازاتها التنموية والحقوقية وفي شأن العربي دعا سمو رئيس الوزراء إلى تعزيز التعاون العربي في المجالات الاستثمارية ليكون معبرا في نموه عن وثاقة العلاقات العربية على الصعيد الثنائي والعربي وما تشهده من نمو والطراد في مختلف المجالات وأكد سموه أن مجالات التعاون الاستثماري العربي رحبة ومردوداتها إيجابية على صعيد تنمية دول وشعوب المنطقة